موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو الثلاثون من دورة احتراف سيارة التلفاز العادي إلى حزوز الساعة قمنا بشرح يعني الضارة الأساسية وبعض القطاع الأساسية في التلفاز لكن كل هذا تم بدون ربط التلفاز بالكهرباء بمعنى أننا كنا نشرح ذلك نظريا فقط لأننا لم نربط التلفاز بالكهرباء ولم نرى تدرج الأوامر في التلفاز أو تدرج أوامر تشغيل التلفاز إذن وصلنا إلى القطعة قطعة اللاين وهي آخر القطعة الخاصة بالهاردوير التي سنتطرق إليها في شرح الضارات طبعا بعد هذا إن شاء الله وإن أطل الله في العمر سنشرح الباور سبلاي تفصيليا يعني كل قطعتنا على حدة وبعدها سنقوم بشرح بعض القطاع تفصيليا أيضا إن شاء الله تعالى غير أنها ستكون الدورة بمعنى منصبة في قادم الأيام على الباور سبلاي بالضبط لأنها يعني منبع عدة أعطال وكثير من الأعطال إذن نعود إلى حلقة اليوم والتي سنتطرق فيها إلى موضوعين الموضوع الأول هو يعني خاص بتتمة اللاين بمعنى أننا تطرقنا في عدة فيديوهات سابقة إلى اللاين واليوم إن شاء الله تعالى سيكون آخر فيديو خاص باللاين وسنمر إلى هذا الإيسي الصغير هنا وهو إيسي الداكرة بالنسبة لهذا التلفاز العادي أو التلفاز العادي ككلفة إيسي الداكرة بالنسبة له يكون على هذه الشكلة بمعنى أنه بحجم كبير جيد إذن سنقوم أولا بإتمام يعني التعرف على اللاين ثم سنمر إلى القطع الأخرى إذن كما سبق وقلنا هذا محول بمعنى سبق وتطرقنا إلى هذا بالنسبة لمن يريد تغييره فيمكنك اعتماد يعني على وضع الصفارة في الملتيمتر يعني سأشرح الطريقة فقط لن أقوم بتغيير لين بلين آخر يعني مثلا ستقوم بفحص اللاين عبر هذه عبر هذه الطريقة هكذا طبعا يمكن أن يكون مثلا على سبيل المثال هذا مدخل الفولتية إلى اللاين وهذا مخرج يعني اللاين نحو كوليكتور ترانزيستورة وهنا مخرج 180 فولت هذا كمثل إذن سنقوم بوضع اللاين بهذه الطريقة بمعنى أن لدينا بين مدخل الفولتية ومخرج الخاص بالترانزيستورة ومخرج 180 فولت يعني ستعطي صفارة وكل ضارة ستعطي صفارة سأشرح ذلك بورقة وقلم حتى يسهل عليك فهم هذه النقطة ولا تتوهم منك المعلومة تعني معي جيدا إذن قلنا أن هذا محول بمعنى المحول يعني أن هناك ملف ابتدائي وملف تانوي ملف تانوي واحد أو عدة ملفات لا يهمون هذا في شيء فقط سنقوم بشرح الفكرة وليس أكثر تعبية معي الملف الابتدائي والذي سيكون بين دخل الفولتية ودخل الترانزيستورة أو الخارج نحو الترانزيستورة سيكون ملف ابتدائي يعني سلك بينما الأسلاك التي ستأخذ الدارات وتوجهها إلى يعني إلى دارات الفيرتكال ويعني دارات تيونر وبعض الدارات هي أيضا يجب أن تكون ملفات تانوية يعني سيكون لدينا ملف ابتدائي واحد على هذه الشكلة على سبيل المثال بينما هنا لدينا ملف مثلا خاص بتغذية دائرة الفيرتكال ولدينا ملف خاص مثلا بتغذية مثلا التيونر مثلا ولدينا مثلا يعني تغذية خاصة ب يعني المئة وتمانون وهي تكون مربوطة مع يعني مع السلك الابتدائي يعني هذين سنأخذ فقط مثال بالتيونر والفيرتكال هذه الدارة أو هذا السلك يعني ستسمع الصفير بين هذه النقطة وهذه النقطة يعني أنه إذا كان لدي line شبيه لهذا أريد تركيبه فقط أراعي أن هذا السلك مثلا سأعتبره السلك رقم واحد مثلا يعني الطرف رقم واحد يجب أن يصفر مع مثلا الطرف الثاني والثالث هذه القاعدة يعني الخاصة بهذا line يعني بالضبط يجب أن تنطبق على line الذي أريد تركيبه هذا سنمر عليه إن شاء الله تعالى في قادمة حلقات في حلقات تغيير line أو إيجاد بدائل للline إن شاء الله تعالى وطبعا حتى لا أنسى أن أذكركم أنه يوجد موقع يعني يمكن أن يعطيك العديد من الداتاشيط الخاصة بالline ستجدون رابطه في الموقع ورابط المقالة ستجدونه أسفل هذا الفيديو إذن الفكرة بسيطة جدا هنا توجد يعني لفات نحاس لفات أسلاك نحاسية بما لا يمكن أن تنطلق من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا أو من أي طرف إلى أي طرف لكن اللين الذي أريد أن أركبه يجب أن يكون يعني نفس الأطراف التي تحمل نفس اللفة جيد بمعنى طرف 180 فولت هي الفولت الكبيرة الوحيدة التي يمكن أن أقلب طرفها وأحرق شيئا ما يجب أن يعني بعد التركيب اللين أن أراعي أن 180 في مكانها بحيث أنه بعض الفولتية الصغيرة إذا عوضت بال180 يعني سوف يحرق الأيسي بدون شفقة ولا رحمة إذن نمر إلى الجزء الثاني من الفيديو والذي سنتحدث عنه عن إيسي الذاكرة إذن هذا الإيسي الذاكرة هو يحمل برنامج تشغيل الشاشة هو يحمل رقم يعني 24 عادي يعني إيسي ذاكرة هذا الإيسي يعمل مع إيسي الكبير في بعض أنواع التلفاز كما سبق وذكرت تجد إيسي هين كبيرا أو أكثر لكن في هذا التلفاز ستجد إيسي واحد يعني بوردة صينية إيسي واحد يجمع بين إيسي العمليات وإيسي الكنترول وهنا ستجدوا الذاكرة وطبعا إذا قمت بتغيير الذاكرة أو قمت بشحنه وإرجاعه يعني إذا لم يتوافق 100% مع التلفاز فيجب الدخول إلى السيرفيس موت لضبط الريزوليشن الخاص بالشاشة ولضبط تناسق الصورة مع أطراف الزجاج يعني الحواف وهذا أمر سهل جدا وسنمر إليه إن شاء الله تعالى في إصلاح الأعطار كل القطع أو كل الأماكن التي لم نذكرها أو لم ندخل إليها تفصيليا كدائرة الأرضي أو دائرة الصوت لأننا رغم أننا تحدثنا عنه لأننا لم نعطيه وقتها ترانزيستورات الصوت في هذه النقطة يعني والمقاومات المغدية لإيسي يعني البرتكال كل هذا سنمر إليه في الأعطار تدقيقيا حتى تعرف كل قطعة هنا ودورها إن شاء الله تعالى إن أطال الله في العمور إذن كان هذا الفيديو الخاص بالحلقة الثلاثون من دورة احتراف صيانة التلفاز العادي طبعا في الفيديوهات القادمة سنمر إلى الباور سبلاي تفصيليا وتدقيقيا إن أطال الله في العمور دمتم في العيات الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر